السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا مميزة لأننا سنبدأ كشيرا في الحلقات التي تفادت هنهتم بعمل شعورنا حسنا قبل أن تتكلم على الوصفة التي تنمت باقي أتمنى كل الفجوهات التي تنمت بها وان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا ودايما نبقوا مع بعض في كل وصفات جديدة قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان انا خلاص كده مش هتكلم عن البشرة دلوقتي لان انا عملت له الكروتين وعملنا مسكات كتير حن نهتم بحاجة تعنيها مهمة جدا ومظهرها يعني لازم تكون حلوة ومظهرها حلوة علشان خاطر تبين جمالنا مش البشرة بس ان نهتم بيها قلنا لازم نهتم بكل حاجة بجسمنا من دوفة رجلينا لغاية شعرنا وانا حبدأ معاكو كل حلقة هناخد فيها جزء ونهتم بيه ازاي ونتعاوض احنا مش بسة كمان خلصنا حاجة البشرة انا قلت لكم وصفة مهمة جدا للضوافر للناس اللي بتحب الضوافر كبيرة ويرب تكون جربتوها وهي نتجتها بالبان بعد 22 يوم متواصلين النهاردة بقى هنتكلم ازاي نحافظ على جمال الشعرين الشعر تاج المرأة ولو اهتمت بيه هتبينه هتبقى تاجه على راسها طبعا اول وصفة النهاردة هنقولها والناس كلها عارفها اكيد وعارفون فوايد يا جماعة زيت الزتون زيت الزتون من الحاجات المفيدة جدا مش للشعر بس للبشرة و للجسم انا فيه وصفة كمان عملها لجسم لزيت الزتون هتعجبكم جدا جدا النهاردة بقى وصفتنا زيت زتون وبيضة معلش يا جماعة البيض غالي بس تقالله غالب هنعملوا ايه لازم نيزم ناكن نيزم بيت هناخد بياض اللي بيضة بس على زيت الزتون لو احنا شعرنا جيف لا لو احنا شعرنا دهني اسفل خلاص لو احنا شعرنا دهني هناخد البياض مع زيت الزتون ركزوا معايا يا جماعة اللي شعرها دهني متحطش بياض البيض على الوصفة بتاعتنا وبعد كده بعد ما حنحط البيضة ونحط معلقتين زيت زتون هنحط ربع معلقة خل جميل الخل يا جماعة مفيد جدا 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 البشرة بيناعم البشرة مفيد للشعر مع الوصفة بتاعتنا وحيشير ريحة البيت وكمان حينعملنا شعرنا وحيدي لماعين رعيم بالزيد للناس الشعرها اسوي طبعا فيه سؤال كتير قوي ناس كتير بيسألني فيه كل ما يكون في مكان يكون في في الناجئ او في الشارع يسألوني ازاي عاملة لون شعرك ده ويسألوني فيه المكان اللي انت عامله بقولهم لا انا عامله في البيت محدش بيصدقني طوام الحلقة الجاية ان شاء الله هقول لكم ازاي بحافظ على لون شعري وازاي بعمله في البيت واللي حبي باللون ده يتابع معايا الفتجو الجاي ان شاء الله وحقول لكم ازاي انا بفضل حافظ على لونه ما بيغيرش معايا حتى مع تكرار الغسيل ما بيروحش اللون اللي انا عايزين خلينا في مصفيتنا النهاردة بعد ما حطنا زيت الزيتون وضربنا البيضة كويس ان كانت دهنية للبشرة للشعر الدهني تبقى بياد والصفار الشعر الجاف خلاص يا جماعة الوصفة بننفع للشعرين ضربناها وحطناها على شعرنا ونلبسنا كيس نيلون يا جماعة مهم جدا ان انتوا تعملوا الخطوات كيس نيلون حيخلي الشعر يعرق ويستفيد باكتر كمية مغزية من المسك اللي احنا حطناها خلاص اتفقنا يبقى احنا لازم نحط كيس نيلون وبعد كده نلبس اشرب خلاص ربع ساعة بالزبط او ساعة للربعة تكون غسلاء ومحضرة مقورت خلاص عشان تعطريه من ريح البيض جميل هذه الخطوة مهمة جدا بيتقرر العملية كل مرة في الأسبوع كل ما تخطيلي شعرك تكرري الوصفة وتكون محضرة للماء ورد في شفشق معلقتين ماء ورد كده او ماء زهر عيدي في شفشق والبلسم وكل حاجة انا كده خلصت الوصفة بتاعتي يارب تعجبكو ان شاء الله الوصفة تعجبكو تجربوها واشوفكو على خير ومتنسونيش في اللايك والشير والمتابعة للقناة اشوفكو على خير احلى متابعي اشتركوا في القناة